فَيَا طُوبَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنْصَارِهِ هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الأول من الصفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة من كتاب غيبة النعماني نفسه بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن كامل وهذا هو كامل التمار عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء هؤلاء هم الذين سيكونون أنصاراً لإمام زماننا لماذا صاروا غرباء؟ لأنهم يعتقدون بالعقيدة التي سيدعو إليها إمام زماننا وتلك العقيدة هي هذه التي في قرآنهم وفي حديثهم فحديث الثقلين يشهد على ذلك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا العقائد والحقائق التي سيدعو إليها إمام زماننا أصولها وأساسها في الكتاب وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الغرباء هم هؤلاء تكون عقيدتهم مختلفة عن العقيدة الشائعة من هو الغريب؟ الغريب الذي لا يشبه الأكثر من الناس هذا هو الغريب قارنوا بين منهج قناة القمار وبين سائر القنوات الشيعية قارنوا بين منهج هذا المتحدث الذي يحدثكم الآن ومنهج سائر المتحدثين من الشيعة من المراجع أنفسهم من أبنائهم من أصهارهم من وكلائهم من تلامذتهم من الحوزة النجفية الكربلائية بكل تفاصيلها وتفاريعها قارنوا بين حديث المتحدث هذا وحديث غيره حديثه حديث الغرباء وهذه القناة قناة الغرباء غريبة في طرحها غريبة في ذوقها تتبرأ علنا من آلهة الشيعة من المراجع السفلة في حوزة النجف وكربلاء من هؤلاء الأغبياء هذه القناة هذه الفضائية غريبة وهذا المتحدث غريب لأنه يدعو إلى منهج غريب هذا المنهج يتبرأ من السقيفتين ويبايع البيعتين يتبرأ من سقيفة بني ساعدة ويتبرأ من سقيفة بني طوسي ويبايع بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا المنهج له وجود في الأجواء الشيعية في أي مكان أعند الخطابيين الأنجاس ألا لعنة الله عليهم أم عند القطبيين من أتباع سيد قط وحسن البنى وأمثال هؤلاء النواصب أم عند الطوسيين من أتباع الشافعي أولئك المرجئة أولئك المقصرة أولئك الناصبة أولئك البتريون أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف الآن وسائر مراجع النجف وكربلاء منهج غريب يطرح في هذه الفضائية هذا هو منهج الغرباء إنه المنهج الذي يستند إلى القرآن المفسر بتفسيرهم فقط وإلى الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط منهج غريب بتمام المعنى عن سائر المناهج البترية المتوفرة لديكم يا أيها الشيعة أنتم لستم شيعة للحجة بن الحسن أنتم شيعة الطوسي أنتم شيعة السستاني أنتم شيعة مراجع النجف وكربلاء هذه الحقيقة من الآخر إمامنا الباقر يقول إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد هذا الأمر الجديد موجود في الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي وأنا عراقي أنا عراقي 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 حتى ينقطع النفس وأنا عربي 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 حتى ينقطع النفس لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي كي أحدث بحديث عقيدتي إنني أبقى في البلاد الغريبة في بلاد الغرب وهذا هو دين الغرباء هؤلاء هم الغرباء إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أليس غريبا أخاطب الذين يتابعون حديثي الآن في النجف في كربلاء أو في سائر البقاء أو في سائر البقاع الشيعية أليس غريبا أنكم تأخذون دينكم من متحدث يتحدث إليكم من عاصمة الغرب من لندن وما عندكم لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظمية من متحدث يتحدث حتى بنسبة واحد بالألف من مستوى الحديث الذي يتحدث به هذا الغريب في بلاد الغربة أليس غريبا هذا فأين حوزتكم وأين دينكم وأين فطاحلك إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وفي حديث أخر إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق الحديث السابق عن أبي بصير عن كامل عن إمامنا الباقر الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات على الباقر والصادق الإمام يقول الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء فقلت اشرح لي هذا أصلحك الله فقال مما يستأنف الداعي منا الداعي منا هو القائم صلوات الله عليه هو الحجة بن الحسن فقال مما يستأنف يبدأ بداية جديدة فقال مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن ماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف هكذا نخاطب الحجة بن الحسن أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء لماذا؟ لأن مراجع الشيعة قد أماتوا الكتاب كيف أماتوا؟ حينما نقضوا بيعتها الغدير ولم يفسروا الكتاب بتفسير علي وآل علي ألا لعنة على تفسير حوزة النجاث؟ ألا لعنة على منهجهم القذر؟ ألا لعنة على فقههم وكتبهم واستنباطاتهم القذرة؟ إنهم أماتوا الكتاب أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلا قد أماتوا معالم الدين وحينما أماتوا معالم الدين أماتوا المتدينين أصبحوا كائنات ميتة أصبحوا كائنات متعفنة فالميت سيكون متعفنا أصبحوا كائنات قبيحة رائحة أتحدث عن رائحة الدين فرائحة دينهم قبيحة منفرة تفوح منها رائحة سقيفة بني ساعدة تفوح منها رائحة الطوسي الشافعي تفوح منها رائحة نصب الأشاعرة والمعتزلة هذه رائحة دينكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة مراجع النجف وكربلا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله الإمام لا يتحدث عن الأزهر هنا ولا عن الوهابيين الدين عنوان خاص بمحمد وآل محمد الدين هو الإمام وفي زمان الغيبة الدين عقيدتنا بالإمام وعقيدتنا نأخذها من الكتاب وحديث العترة وهؤلاء الأغبياء في النجف وكربلا أماتوا هذه العقيدة حين نقضوا بيعة الغدير وقد خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة وهو يحدثهم عن أن أكثرهم قد نقض بيعة الغدير وخانها مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على حوزته ألا لعنة على مرجعيته ألا لعنة على دينه ألا لعنة على عقيدتهم الناقضة لبيعة الغدير هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات وهذا هو دين الغرباء هذا هو دين الغرباء هذا هو الطرح الغريب فطوبى للغرباء نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادقي عن أبيه الباقري صلوات الله عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم هو شر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة وفي المصدر نفسه في غيبة النعماني في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الأول من الباب الخامس والعشرين بسنده بسند النعماني عن شيخه الكليني عن زرارة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرف إمامك إننا أخذنا البرنامج الذهبي من هنا أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ماذا يقول برنامجنا الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك رجاء أعرضوا لنا برنامجنا الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي البراءة الذهبي أعرف أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر تقدم هذا الأمر أو تأخر الإمام يتحدث عن وقت الظهور الشريف وعن تحقق المشروع المهدوي على أرض الواقع الحديث الثاني أيضا بسنده بسند النعماني عن شيخه الكليني عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل أعرف إمامك أعرف إمامك يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلتي من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلتي من قعد تحت لوائه من قعد تحت لوائه أي أنه من أقرب الناس إليه ومن أنه في لحظة الحرب الحاضرة يا فضيل يا فضيل هذه الكلمات هذه الكلمات علينا أن نتذكرها دائما لخصتها لكم في البرنامج الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلتي من كان قائدا في عسكره لا بل بمنزلتي من قعد تحت لوائه الإمام هنا حين استدرك لم يكن قد استدرك جهلا ولم يكن قد استدرك نسيانا وإنما الناس على مراتب فهناك من يكون قاعدا في عسكر الإمام يكون متواجدا في المكان الذي يتواجد فيه الإمام وهناك من يكون قاعدا تحت لوائه من أقرب الناس إليه وهو في لحظة الجهاد الحاضرة الناس على مراتب هذا الاستدراك لا من نسيان ولا من جهل ولا من اشتباهين هذا الاستدراك لبيان منازل ومراتب الناس فهناك من هو قاعد في عسكر الإمام حتى لا يتصور المتصور بأن الجميع هكذا فقال الإمام لا بل بمنزلتي من قعد تحت لوائه هناك مراتب ومراتب للذين يعرفون إمام زمانهم كما يريد إمام زمانهم ويموتون قبل ظهوره الشريف يا أيها الشيعة أعرفوا إمامكم أعرفوا إمامكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم مراجعكم جهال جهال أغبياء لا يعرفون إمام زمانهم وسأثبت لكم ذلك سأثبت لكم غباء مراجعكم وغباء حوزتكم سأثبت لكم ذلك من ألسنته من كتبه ستأتينا أهليالي القادمة يا أيها الشيعة أعرفوا إمام زمانكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هذا هو الدين الغريب هذا هو دين الغرباء فطوبى للغرباء الغرباء هم العارفون لإمام زمانهم الغرباء هم هؤلاء في الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين هذا أخو زرارة عن حمران ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لحمران أعرف إمامك أعرف إمامك هذه الكلمة ترددت كثيرا على ألسنة أئمتنا ومن هنا جعلناها أساسا لبرنامجنا الذهبي أعرف إمامك أعرف إمامك فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم عليه السلام المضمون واضح واضح طوبى للغرباء هؤلاء هم الغرباء نذهب إلى فاصل عن الحكم ابن عيين قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا خلاصة القول إذا كنتم تبحثون عن دين الغرباء فلقد لخصت العقيدة لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك مجموعة حلقات أعرف إمامك وهي مجموعة معنونة بهذا العنوان من حلقات برنامج الخاتمة من حلقات هذا البرنامج موجودة على الشبكة العنكبوتية وإذا سنحت فرصة فإننا سنعيد بثها على هذه الشاشة دين الغرباء هو عقيدة الغرباء وعقيدة الغرباء هي العقيدة التي تأخذ من المصدرين فقط من القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم لقد نقيت لكم قطعا بقدر ما أستطيع لا أدعي من أنما جمعته لكم في هذه الحلقات من أنه كامل الكامل لا يصدر إلا عن الكامل وليس هناك من كامل إلا الحجة ابن الحسن صحيح أنا نقلت عن الكاملين نقلت عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ولكنني نقص فالناقص حين ينقل عن الكامل ستظهر آثار نقصه فيما نقله عن الكاملين لكن هذا غاية ما أستطيعه صدقوني في ليلة البارحة كنت أقول لأفراد أسرتي هنا في لندن كنت أقول لهم من أنني لمدة زادت على الأربعين سنة وأنا أدرس العقائد وأبحث في العقائد وما تركت شيئا يمكنني أن أحيط علما به في هذا الباب إلا وأحطت علما به بحدود استطاعتي خلال هذه العقود لم أعطي ضمانا لدرس أو بحث أو تأليف لم أعطي ضمانا من أنه يشتمل على العقيدة السليمة لكنني أعطي ضمانا بعد هذه العقود وبعد هذا البحث والدرس والتحقيق أعطي ضمانا بحدودي بحدودي نقصي بحدودي قصوري وتقصيري أعطي ضمانا من أن العقيدة السليمة قد صببتها لكم في خارطة العقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك فاعرف قيمتها أقول أقولها لكم وبكل جرأة المكتبة الشيعية موجودة منذ بداية زمان الغيبة وإلى الآن اذهبوا اذهبوا وقلبوا كتب العقائد عند المحدثين عند الأخباريين عند الأخباريين بحسب طريقتهم المحضة أو بحسب طريقتهم غير المحضة عند الأصوليين الكلاميين أو عند الأصوليين المتفلسفين أو عند الأصوليين العرفانيين فالأصوليون في حوزة الطوسي أصوليون كلاميون وهناك أصوليون متفلسفون وهناك أصوليون عرفانيون ووجهوا أنظاركم إلى المدرسة العرفانية إلى المدرسة العرفانية النجفية مدرسة حسين قل الهمداني أو إلى المدرسة العرفانية القمية إنها مدرسة القاضي سعيد القمي وعودوا إلى المدرسة الشيخية بكل تفاريعها إلى الكريم خانية أو إلى الإحقاقية أو إلى غيرهما بكل التفاريع وعودوا إلى المدرسة التفكيكية إلى المدرسة المعارفية إنها مدرسة ميرزا مهد الإصفهاني وعودوا إلى المدرسة الجنابذية إلى كل المدارس في الجو الشيعي عودوا إلى كل تلك المدارس كتبهم موجودة وقارنوا بين عقائدهم وبين العقائد التي وضعت في مجموعة حلقات أعرف إمامك لن تجد عقائد أصفى وأنقى وأرقى من الذي جمعته لكم في مجموعة الحلقات هذه فاعرفوا قيمتها إنني أعطي ضمانا بهذه العقيدة السليمة بحدود نقصي كما قلت وبحدود قصوري وتقصيري هذه خلاصة عمر في البحث والتحقيق والتطقيق خلاصة عمر أركض وراء كل كلمة وعند كل سطر كتب في العقيدة على اختلاف المدارس والمشارب والأذواق لقد جمعت لكم كل ذلك وبإيجاز في مجموعة حلقات أعرف إمامك فاعرفوا قيمتها تفاصيل الطبق الرئيس هناك في تلك الحلقات عرضت لكم في هذه الأجزاء الثلاثة التي عنونتها الطبق الرئيس على مائدة القمار لخصت ما لخصت في هذه الأجزاء الثلاثة وجعلت العنوان طبق الخلاص طبق يوم الخلاص التفاصيل التفاصيل إذا أردتموها ستجدونها في مجموعة حلقات أعرف إمامك نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر